اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي مدير مجمع الشفاء الطبي في غزة محمد ابو سلمية واضح خالد ابو سمرى الطبيب في مستشفى الشفاء ان جيش الاحتلال اعتقل ايضا عددا من الكوادر الطبية بالمجمع كان ابو سلمية اعلن تلقيه امرا من قوات الاحتلال باخلاء المستشفى في الثامن عشر من نوفمبر بعدما رفض امرا سابقا مماثلا فيما اكد الجيش الاسرائيلي انه اجل مئات المرضى والنازحين من مجمع الشفاء اشتركوا في القناة